بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مواطنين داخل الوطن وخارجه أزياد والسيدات أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية لمترشح الحر عبد المجيد تبون عبد المجيد تبون الذي منحتموه تزكيتكم وصوتوا عليه في 2016 رغم الضغوطات الممارسة عليكم ورغم الظروف الصعبة إنما رأيتم أن هذا هو الذي كان يناسب أن يكون رئيسا كونكم تعرفونه رجل ميدان ورجل التزامات ورجل كذلك ما تقدم إلا بعدما أورركم الالتزامات تبركم بثورة التحرير وشتوب لراجل جدي ومخلص وحاب يغير الأوضاع بالنسبة للجزائر التي كانت تعرفوا مشاكل عدة إذن بمجرد أن وصل إلى سدة الحكم أول ما قام به أن يجتمع مع الولاة ويجتمع مع الحكومة أن يبين لهم أن الجزائر محكم عليها أن تتغير لأن هذه الأوضاع غير مقبولة غير مقبولة وهو رئيس لها قالها أكثر من مرة مدام هو يشوب الليل المواطن راه يعيش العيش الظنك العيش الصعب إذا ما قبلش هذه الأوضاع وأعطاهم مثال بالنسبة للمداشر القرى المنعزلة التي صعب الوصول إليها حيث تنعدم بها الحياة الأساسية رجع المن المواطن محور كل اهتمامته وأخذ على نفسه أن يجعله يعيش العيش الكريم وأمنى ذلك وألزم كل المتدخلين أن يعملوا في هذا المدمار وفي هذا الاتجاه فأقر ببرنامج زيادة على القرى أكثر من 13 في قرية لتغير ملامحها وفيها العشرات إنما أقول مئات الألف من العمليات تم إنجازها إذن لهؤلاء كذلك أقر لهم ببرامج سكنية زيادة على ما أنجزه بالملايين أقر بشأن يواصل العملية هذه وينجز مليوني سكن في كل أصنافها وخاصة بالنسبة للتجزئات الاجتماعية وبالنسبة للسكن الريفي ودعم كذلك القيمة السكن الريفي على المناطق الجبلية وفي السحراء وكل المناطق البعيدة إذن اللي يهمه هو أن المواطن يكون يعيش العيش الرغيط العيش السعيد العيش الكريم بالنسبة للبطالة تعرفوا العدد للناس اللي يحتاجوا إلى عناية إلى الأخذ باليد المليوني بطال استفاد من منحة بالنسبة للناس اللي كانوا يعملوا وركين في ظروف يخافون من اليوم إلى غد العقد اللي عندهم ما يبقى صحيح إذن أدمجهم في المسار المهنيين تاعهم والأمر يتعلق بخمسمائة ألف اللي يستفادوا في جميع القطاعات على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي وكذلك رفع الأجرى أنتاع العامل لمرتين ليصل بها إلى 47% ووعد إن شاء الله لكون تعطيه تسكية لكم تصوتوا عليه تصوتوا على المرشح سيصل بها إلى 100% وسيواصل عندما يتعزز الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني هذا الذي جعل له طريق باين واضح رأنا اليوم فيه أكثر من 8000 مشروع 40% منها انطلقت تشوفوا بركتصوروا ما ستكون عليه الوضعية في الشهر القليل القادمة في السنوات القليل القادمة ستحدث ديناميكية لمنعها من قبل في جميع القطر الوطني وخاصة أنه بيصفة موازية يحاول أن يهيئ لنا هذا الإقليم حتى نسهل غرص هذه المشاريع في الحظائر الصناعية وفي المناطق الصناعية في كل الولايات حتى يكون التوازن ما بين ولاية واخرى ما بين منطقة واخرى وكذلك بفتح وشق طرقات مزدوجة شق السكة الحديدية يعاد النظر في الهيكلة الإقليمية نجاوزه لما يسمى بالتقسيم الإداري سنذهب إلى التقسيم الإقليمي سيعاد النظر في ولايات عدة فيها بعض من مشاريع إحداث ولايات الجنوبية عشرة الحمد لله غيرت الأوضاع والمواطن يحسروا بالله راه معاثنة به وراه في وسطه وراه يأخذ قرار نفس الشيء بالنسبة السبعة القادمة التي ستكون إن شاء الله كاملة صراحية عن قريب ولكن الآن سيذهب إلى أبعد من هذا حتى يمكن المواطن بالتمثيل الأحسن على جميع المسويات وحتى يكون من الذين يقررون مصيرهم بأيديهم وسيعاد النظر في الصرح المؤسساتي تكملة بقانون البلدية قانون الولاية مهم يعني هي ورشات مفتوحة تعرفوا التزامات تلك جسدها في المأمورية الأولى في العهد الأولى يريد أن يواصل بهذا حتى يعزز القدرات لتعجزائل وحتى يحصنها أحسن تحصيل وحتى يجعلها قوة جهوية يعني الحمد لله يفتخر الجزائرين يكون يفتخر المواطن يكون جزائري الجزائر التي نريدها قوية عزيزة الجزائر التي نريدها منتصرة كما جاء في شعار حملة انتخابية لورشحين عبد المجيد تبون الذي يدعوكم إلى الذهاب يوم الاختراع للتصويت عليه حتى يجسد برنامجه وحتى يتبعي لأبعد ما نتصور بإمكانه تعرفه وطاره عندما يلتزب يجسد إن شاء الله يتمنىكم برنامجه باشتوصلوه بقوة حتى تكون كذلك نسبة مئوية هذه ضربة لأعداء جزائر في الداخل وفي الخارج بارك الله فيكم على كرم الإصغاء نشكركم المجد الخلود لشهدين الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة